السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزينا مشاهدي مشاهدي برنامج في بيتنا مدرسة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الإسرائية وسلسلة حلقاتنا الإسرائية في تخصص التركيبات والمعدات الكهربية بشكل خاص والتعليم الفني بشكل عام في حلقة سابقة كلمنا عن المخازن وعمليات التخزين وكيفية إنشاء مغزن أو عمليات التصميم للمغزن والعوامل اللي على أساسها بقدر أختار المغزن اللي هقوم بإنشاؤه النهاردة إحنا عايزين نتكلم مع بعض في أهمية التخزين أهمية التخزين بالنسبة لنا إحنا بنقدر نعمل التخزين ليه؟ أو إحنا محتاجين نعمل المغزن ليه؟ محتاجين نوفر مساحة تخزينية ليه؟ محتاجين إن إحنا يكون عندنا مغزن في الشركة ليه؟ أنا في البيت عندي يعني بعض المنازل أو بعض في بعض المساكن أو المناطق السكنية بيبقى يعني بعض الأفراد في بيتهم في شاقتهم بيعملوا جزء خاص بغرفة كده للتخزين بيخزن فيها لعب الأطفال بتاعته بتاعت أولاده بيخزن فيها مواد غزائية بيخزن فيها حاجات مش محتاجها أنتري مش محتاجه يعني بص على يعني إحنا بنتكلم على الشكل العام في التخزين فبيشمل المنشأة الصنعية وبيشمل المدرسة وبيشمل البيت عندي وقلنا قبل كده إنه الطالب في المدرسة أو المسئولين في المدارس والتخصصات بتبقى مسئولية الطالبة إن إحنا بندربهم على كده في التعليم الفني إنه يبقى ملم بعملية التخزين للأدوات والمعدات بتاعته إنه بعد ما يخلص شغله هيخزنها إزاي؟ هيرتبها إزاي؟ ولابد إن عملية التخزين تكون مترتبة يعني إيه مترتبة؟ يعني في عمليات التخزين اللي بتحصل أنا يعني بدور أهم حاجة على الآلة أو المعدة اللي أنا بخزنها دي هل أنا بحتاجها باستمرار ولا لأ؟ لو بحتاجها باستمرار هخليها في المتناول يعني لو هي الخامة أو المعدة أو الآلة اللي أنا بخزنها بحتاجها باستمرار في الشغل هتلاقيني دايما بشكل بديه كده أو يعني بتصرف طبيعي إن أنا بحطها في بداية المغزن بحيث إن أنا إيدي رايحة جاي عليها على طول أو الآية العاملة تقدر تخرجها باستمرار أو تقدر سهلة الخروج تبقى جهزة على تحملها على طول للسيارات في الخارج بالزبط الوضع بنشوفه في البيت لإن إحنا برضو اتفقنا إن حلقاتنا الإسرائية إحنا بنخاطب بيها العامل والطالب والبيت والدي والدك والدتك في البيت فبنخاطب بيها الأسرة في البيوت عملية التخزين لو ما خزنناش بشكل صحيح بيحصل تلفيات سواء في مواد غزائية سواء في مكونات أو محتويات المنزل اللي أنا مش محتاجها فبالتالي دخلتها غرفة التخزين أو طلعتها في مكان بخزن فيه الحاجات اللي أنا مش محتاجها لوقت حاجتها الهدف من المغزن كلمة لوقت حاجتها دي بقى تمام؟ يبقى الهدف من التخزين أو الهدف من إن أنا أعمل مغزن بخزن المنتج أو العنصر الفلاني ده لوقت حاجته يعني إيه لوقت حاجته؟ يعني وقت ما هيحتاج المصنع المنتج المعين ده أنا موجود في المغزن مش لسه هروح اشتريه او ان انا اتعاقد عليه واعمل الصفقة تجارية على اني اجيب المنتج او المادة الخام دي سواء محلية او دولية او يعني استيراض فبالتالي الهدف من عملية التخزين بيتلخص في الكلمتين دول انه هو المنتج موجود لوقت الحاجة تمام تعال نشوف مع بعض كده اهمية التخزين واهمية التخزين بتتلخص عندي في عدة نقاط كده نشوفهم مع بعض الاول الصورة دي كده بتعبرلي عن الكلام اللي احنا قلناه في حلقتنا السابق واللي احنا بنأكد عليه في حلقتنا النهاردة اللي هو ايه ان المغزن لابد انه هو يكون مصمم بشكل آمن المغزن يكون فيه اماكن للتخزين مصممة بشكل آمن يحمي العمالة اللي موجودة ويسهل عملية النقل والتخزين داخل المنشأة لان الصورة بتوضح لي ان فيه كونتينر او سيارة نقل جايبة منتج معين والمنتج لو اخدنا بالنا انه فيه لودر او اللي هو الجليدر اللي موجود ده بالمعدة او الالة اللي موجودة هتعمل ايه هتاخد المنتج وتدخل بيه داخل الايه المغزن لو ما فيش حرية الحركة ولو لاحظنا ان هم اتنين لو خدت بالكوا ان فيه واحد عند العربية لسه بيشيل واحد جوه اهو بيخزن او بيفرغ الحمولة اللي هو شالها من العربية او الكمية اللي شالها من العربية وبالتالي ده بيأكد انه لابد ان المغزن بتاعي يكون سهل الحركة فيه مساحة كده تضمنلي حرية المنورة وحرية الحركة وقلنا حرية المنورة دي المقصوب بيها ان هو اللي اتنين مثلا وسلتين النقل دول الداخليتين بداخل المغزن ممكن ان تصادف انهما في وقت واحد في طرقة واحدة واحد رايح واحد جاي فيبقى فيه حرية المنورة وحرية الحركة زي ما قلنا ان المغزن بيبقى موجود فيه عمالة العمالة دي مشكلة طبعا عمالة خاصين به التغزين والنقل وعمالة خاصة كل واحد مسؤول عن حاجة فيه وعمالة او مسؤول عن التغزين وفيه مسؤول عن تفرير الشحنة اللي جاية من الخارج وفيه مسؤول بيحدد مكان تغزينها وفيه واحد يقول انا برجع على المنتجات اللي جات واشوف انا محتاج منها قد ايه تاني هل عندي مكان يستوعب ولا لا دي كده داخل تحت بند ادارة المغزن وده قلناه في نهاية حلقتنا السابقة واكدنا عليه يبقى الصورة دي كانت بتوضح لي المغزن وهو حتى لو بصينا على الدهانات والشكل الجمالي للمغزن والابواب والاعمدة وده قلناه واكدنا عليه طيب نشوف بقى اول حاجة في اهمية التغزين اهمية التغزين عندي اول حاجة خفض تكاليف التغزين من خلال العناصر اللي احنا هنشوفها بقى وبعض الحاجات اللي هنتكلم فيها رقم واحد الحصول على خصم الكمية او على اسعار مخفضة في حالة اتباع سياسة الشراء للتغزين او للاستخدام في المستقبل وده بيأكد لي انه انا بحتاج المغزن بحيث انه فيه وقت معين كده بعض المنتجات بيحصل انخفاض شديد في اسعارها وقت الانخفاض الشديد اللي بيحصل بنلاقي بعض الشركات بتتهافت على طول على المنتج ده لان هي بتحتاجه وقت انخفاض سعره فبتبدأ تطلب منه بكميات كبيرة تمام بتبدأ تطلب منه بكميات كبيرة بحيث ان هي وقت ما يرفع سعره حسب السوق المحلي او العالمي سواء ايا كان نوع المنتج بيبدأ هو يبقى مقام من حاله ويمقام من نفسه واشترى بسعر اقل من السعر اللي موجود في السوق يقدر يتبع سياسة الشراء للتغزين والاستخدام المستقبلي اللي هو ايه يبدأ يشتري كميته اللي هي تكفيه والزيادة كمان او بيبقى عامل حساب المستقبل في المنتج ده تحسبا ان هيحصل فيه تغير في اسعاره او ما شابه ذلك او لو هو ممكن يبدأ يبيع بعد كده ودي هنشوفها في نقطة بعد كده ان هو ممكن السلعة اللي اشتراها بسعر اقل بنلاقي ان بعض المنشآت او بعض التجار اشتروا بسعر اقل وبيبدأ يبيع هو وقت السعر ما بيع له وده طبعا يعني بتبقى عملية احتكار وندخل تحت بند الاحتكار بس يعني ده كده الهدف من النقطة دي النقطة التانية تمكين المنظومة من الشراء باسعار مخفضة كما يحدث في حالة السلع الموسمية او في حالة السلع التي تتعرض اسعارها للتغيير وده برضو بنأكد عليه انه المنظمة او المنشآة الصناعية او المنشآة التخزينية الشركة عمتا اللي هي بتحتاج المادة الخام دي بيحصل انه في اسعار بتتغير ارتفاع وانخفاض في اسعار المنتجات والسلع والمادة الخام بيبدأ يشتري ويأمن المخزون بتاعه بحيث انه يبقى في حل انه هو يتعرض لتأثير السوق او تأثير التغير في اسعار السوق بيبقى عنده المنتج ويقدر يشتري وفي نفس الوقت ما غيرش هو في سعر المنتج بتاعه لانه هو كان شاري بالسعر القديم اللي كان او السعر اللي هو كان منخفض حسب سعر السوق وقتها تلاتة بيع الكميات الفائضة عن حاجة المنظمة باسعار عالية الامر الذي يؤدي الى خفض كلفة الشراء يعني هنا النقطة اللي احنا بنتكلم فيها وقلنا انه بعد ما اشتري بالسعر الاقل او وقت حدوث انخفاض في الاسواق العالمية في منتج معين بتبدأ الشركة او المنشأة الصناعية او المنظمة الصناعية اللي انت بتنتملها بتبدأ ان هي تشتري المنتج ده بالسعر المخفض اللي هو حسب السعر وقتها حسب سعر السوق او السعر العالمي وقتها وبتبقى عندها بتشتري بكميات عالية وبعد ما بتشتري بكميات عالية بيبقى خلاص المغزن هي محتاج او الشركة محتاجة تشتري منتج تاني فبالتالي عندها مغزون من سلعة معينة او منتج معين او مادة خام معينة كانت جايباها او كانت حصلت عليها بسعر اقل كان السعر وقتها منخفض فبالتالي بتبدأ تبيع هي بسعر السوق اللي موجود في الوقت الحالي وبيبقى فيه يعني طبعا بيبقى فيه تغير في السعر وارتفاع في السعر فبيبقى فيه مكسب بيقدر يعني يشتري منتج تاني او ان هو قلنا ما نغيرش في سعر البيع لمنتجه وبالتالي بيبدأ ينافس على المنتج الخاص به ان هو كان شاري المادة الخام بسعر اقل فبالتالي بيبيع المنتج النهائي بتاعه بسعر اقل من السعر المنافس بحيث ان هو يقدر يبيع كميات اكبر من المنتج بتاعه النقطة التانية تحقيق استمرارية اداء الاعمال بالمنظمة وهنا المقصود بالمنظمة اللي هي الشركة او المنشأة الصناعية رقم واحد مد مراكز الانتاج واقسام الخدمات بحاجتها من الاصناف المختلفة يعني ايه بيبقى عندي انه المنشأة الصناعية علشان ما يحصلش توقف للانتاج او توقف للعمل داخل المنشأة الصناعية لابد ان يكون المغزن موجود فيه المادة الخام وده قلنا ان هو وظيفة ادارة المغزن ان هو بيعمل جرد للمنتجات اللي عنده او للمخزون اللي عنده وبعدين بيبدأ يبلغ بالنواقص اللي عنده انا عندي المنتج الفلاني نقص المنتج التاني الفلاني نقص وفيه منتج تاني ده عندي بزيادة انا مش محتاج دلوقتي اجيب منه فالاولى ان احنا نحصل على او نزود مغزوننا في المنتج ده والمنتج ده وبالتالي يبقى هي فايدة التخزين او اهمية التخزين مد مراكز الانتاج واقسام الخدمات بحاجتها من الاصناف المختلفة وده بيؤدي لعدم توقف الانتاج واستمرارية العمل داخل المنشأة الصناعية النقطة اللي بعد كده الاحتفاظ بادوات وقطع الغيار اللازمة لصيانة معدات الانتاج وهنا بقدر اقول ايه هنا بقدر اقول انه المنتج اللي عندي لو كان قطع غيار انا عندي طبعا المنشأة الصناعية فيها مكينات ومعدات في المصنع المصنع المكينات اللي موجودة فيه حصل فيها عطل السبب ما مثلا انه هو فيه بعض المكينات او احد المكينات حصل فيها انه يعني مثلا زي ما بنشوف مكينات الخراطة وورش الخراطة في المصانع الميكانيكية والشركات اللي بتنتج قطع ميكانيكية حصل أنه ألم المخرطة تم كسره أو اتكسر أثناء التشغيل أحد السيور في أحد الماكينات حصل أنه هو السير تقطع مثلا الماكينات حصل في عطل في مكينة معينة في جزء معين تلف في المحرك معين لمكينة معينة فيبدأ هنا بيدور على المخزون اللي عنده هل هو عنده قطع غيار صالحة تستخدم ولا لأ هل هو عنده المخزون اللي يقدر يخليه يقدر يجيب الألم المخرطة اللي اتكسر ده من المخزن ولا هو لسه هينزل السوق يشتري ويدور على المقاس ويدور على نوع المخرطة اللي يشتري لها الألم المناسب ويجي أو لسه هيعمل عملية سن للألم اللي موجود عنده فبتبقى عملية التخزين فيدتها أن أنا بكون مأمن حالي أو مأمن المكينات أو المنشأة الصناعية بتاعتي أيا كان نوع المنشأة وأيا كان نوع المكينات اللي موجود بكون مأمن حالي ببعض القطع الغيار الخاصة بالمكينات بتاعتي بحيث أن ساعة ما يحصل أو لحظة ما يحصل أي عطل المكينة ما تستغرقش وقت في توقفها أو خط الإنتاج بتاعي لأن احنا بنشوف خطوط الإنتاج في المصانع كل مكينة بتقوم بمهمة معينة المكينة اللي هتوقف اللي بعدها مش هيشتغل تمام كده المكينة اللي هتوقف اللي بعدها مش هيشتغل ليه لأنه خط إنتاج كامل خط الإنتاج ده بيبقى كل مكينة بتقوم بمرحلة في المنتج وليكن بتقوم بمرحلة فالمكينة الفلانية أو المكينة التانية أو التالتة في خط الإنتاج حصل أن هي فيها مشكلة فخط الإنتاج وقف لو المكينة الأولى يبقى خط الإنتاج وقف كله تمام المكينة الأخيرة فالمكينة الأخيرة دي وقفت للمنتج نهائي ما أنا مش عارفة طلع المنتج الحل إن أنا يكون عندي تغزين قطع غيار للمكينة جميع قطع غيار الخاصة بالمكينة أو القطع اللي هي بتتلف أثناء التشغيل بصفة مستمرة لازم أكون موفرها عندي بحيث إنه ما تعرضش لتوقف الإنتاج وعملية الإمداد للأسواق بالمنتج الخاص بي النقطة الثالثة التحقق من مطابقة المواصفات للأصناف الواردة قبل استلامها ويتم ذلك عن طريق فحصها قبل الاحتفاظ بها في المغزن طيب هنا النقطة خاصة بعمليات الفحص ومراجعة المادة الخام أو المنتج اللي أنا هحصل عليه والقصد هنا إن أنا أعمل عملية مطابقة للمواصفات هل المنتج اللي إحنا اشتريناه لإنه طبعا أثناء شراء المنتجات أو الخامات أو المندة الخام اللي أنا هشتغل عليها أو السلعة اللي أنا بخزينها أثناء شراءها أول خطوة بتتم عليها الفحص لإن أنا لما بروح أتفق على المنتج معين أنا هشتريه بقوم بعملية فحصه قبل ما بشتريه فعمليات الفحص وسبق واتكلمنا في عمليات الفحص قبل كده ويعني العمالة اللي موجودة فيه المنشآت وأولادنا في التعليم الفني فاهمين عملية الفحص وحتى ربط المنزل ويتشتري أي حاجة بتبدأ تفحص الجهاز اللي اشتريته بتبدأ تفحص بتشوف إمكانياته بتشوف هو مطابق للمهمة اللي هي عايزة فيها ولا لأ فدي كلها عملية مطابقة المواصفات للأصناف الوردة أو مطابقة الأصناف للمواصفات العالمية أو المواصفات المرضية لك أنت ما هي المواصفات المرضية لك هي هتبقى يعني المرضية للمنشآة الصناعية هي هتبقى المواصفات المتبقة فبالتالي بتحصل عمليات الفحص وقلنا أن عمليات الفحص قبل كده إن هي بتبقى فحص بالعينة إما بحدد نسبة معينة من المنتج وببدأ أفحص يعني لو أنا هشتري ألف قطعة من المنتج معين فبيبقى فيه نسبة متفق عليها مع المنشأة الصناعية ومع المنشأة اللي أنا اشتريت منها أو المورد اللي أنا اشتريت منه أو المصنع اللي اتعاقدت معاه على المادة الخام بتاعتي أو المنتج اللي بشتريه بيبقى فيه نسبة متفق عليها بنفحص النسبة دي وليكن مثلا 10% 20% 30% نسبة متفق عليها باجي على الألف قطعة اللي أنا اشتريتهم وباخد النسبة المتفق عليها بفحصها تمام وبعد ما بفحصها بتيجي تدخل على المخازن النوع التاني من الفحص الفحص 100% وده بيبقى متفق معه برضو المورد أو الشركة المنتجة أو الموردة أو المصنعة بيبقى متفق عليها أنه أنا المنتج اللي هاخده منك أنا هفحصه بالكامل وده نقطة مهمة في عمليات الفحص نتكلم عنها بشكل سريع كده أن عمليات الفحص اللي موجودة بتبقى إما فحص بالعينة أو فحص بـ 100% وقلنا الفحص بالعينة نسبة متفق عليها مع المنشآت الصناعية وبرضو الفحص 100% ده بيبقى متفق عليه مع المنشآة الصناعية أو المنشآة الموردة أو المنتجة وفيه فرق بين الاتنين احنا قلنا أنه في الحالتين بيتم عملية الفحص ولو مش مطابق ما بغدوش لو العملية الفحص أقرت أو أكدت أن المنتج غير مطابق للمواصفات أنا ما بستلمش للمنتج بتاعي ولكن بيبقى فيه مشكلة في عمليات الفحص بالعينة اللي هي الفحص بالعينة أنا لو طبعا كل الكلام ده بيدور أثناء استلام المنتج عشان تخزينه سواء بقى فيه مكان انتاجه أو مكان شراءه أو في المغزن عندي الفحص بالعينة بيتم زي ما اتفقنا أنه هو نسبة معينة بيتم الفحص عليها وده فيه مشكلة وفيه ميزة الميزة أنه هو سرعة في الأداء يعني أنا بقدر أفحص طلبيات كتير يعني مش طلبية واحدة لأن أنا خدت نسبة معينة من كل طلبية تمام؟ أو من كل نوع من المنتجات باخد نسبة معينة بفحصها سرعة في الأداء أنه بقدر أفحص بسرعة قلة الأيدي العاملة في الفحص وقلة تكاليفه لأنه ما بحتاجش عمالة كتيرة علشان تقوم بعملية الفحص فبالتالي ما بتكلفنيش تكلفة زيادة على تكلفة المنتج أنه أنا أجيب عمالة تفحص فبالتالي قللت فيه تكلفة عملية النقل والفحص والشراء قللت فيها وقللت في الأيدي العاملة العيوب بتاعته إيه؟ العيوب الفحص بالعينة ده أنا لو في المغزن بتاعي أو في مكان اللي اشتريت منه المنتج لما هروح أشتري المنتج بتاعي من مكان توريده أو مكان انتاجه أو فحصته في المغزن وفحصت فحص بالعينة ولقيت أن الجزء اللي أنا فحصته هو حظه طلع كله سليم الجزء النسبة اللي فحصتها التلتمية قطعة مثلا اللي فحصتهم من الألف قطعة التلتمية دول طلعوا مزبوطين 100% ومتابقين للمواصفات طب باقي المنتج هنا مشكلة أن باقي المنتج ممكن يكون فيه بعض الوحدات فيه معيبة أو فيها عيوب وأنا ما خدتش بالي وبالتالي قبلت الطلبية بعيوبها وما أقدرش أسترجع فيها تاني طيب ده كده عيوب أو أهم عيب في الفحص بالعينة العيب الأهم والأول والأخير في الفحص بالعينة هو ميزة في الفحص بنسبة 100% اللي هو ماينفعش فحص بالعينة ده أقول أنا هفحص به الأحبال بتاعة الأوناش الوير بتاعة الوينش مسلا نفعش فحص بالعينة ده حاجات مرتبط بيها سلامة العمالة وحياة أفراد ماينفعش مثلا منتجات خاصة بالأدوية ماينفعش فحصها بنسبة معينة أو فحص بالعينة أخذ عينات كده وافحصها لا ماينفعش ماينفعش حاجات خاصة بالمنتجات الكهربية أو زي اللمبات ماينفعش أفحصها برضو بالعينة لأن مش كلها ممكن تكون سليمة الجزء ده هتلاقي ميزة في الفحص بالإيه نسبة 100% وإحنا بنتكلم عن الفحص ليه لأنه عملية الفحص دي قلنا إن إحنا كلنا بنعمل عملية الفحص كلنا بنعمل عملية الفحص اللي هو يعني والدتي وهي بتشتري أو والدتك وهي بتشتري منتج معين بتفحص المنتج ما بتفتحش الكارتونة وتيجي بص على حاجة معينة لا ده هي بتأكد على كل حاجة فحصت 100% تمام؟ لكن لو كانت خدت حاجة معينة هي فحصت بنسبة نيجي بقى للفحص بنسبة 100% الفحص بنسبة 100% بيتم فحص كل المنتجات اللي تم الاتفاق عليها في شرقها تمام؟ كل المنتجات اشتريت ألف قطعة ألفين عشر تلاف العشر تلاف يتفحصوا تمام؟ ولكن هنا المشكلة هحتاج إيد عاملة كتير تمام؟ لأنه يعني أنا شاري ما بشتريش ألف بقى ولا ألفين يعني المصنع بيشتري كميات مهولة بحيث أنه بيأمن إنتاجه وبيأمن السوق لو حصل زي ما قلنا ارتفاع في الأسعار بعد كده أو هو متوقع أن المنتج ده هيبقى فيه ارتفاع في الأسعار فهو بيشتري دلوقتي بالسعر المخفض فبيأمن منتجه وبيأمن العملية التصنيعية بتاعته أو العملية الإنتاجية بتاعته هنا الفحص بالعينة بيحتاج أيدي عاملة كتير هذه نقطة ودي مشكلة هتكلفني كتير تمام؟ في مشكلة تانية أنه العامل المسؤول عن الفحص بيصاب بالملل من كثرة الكميات المفحوصة يعني كثرة المنتجات اللي قدامه بيقعد يوم واثنين وتلاتة بيقعد يفحص والعملية بتبقى بيصاب بالملل بيصاب بالإحباط أنه هو مش لاحق يخلص ويوم ورا يوم هو عمال يفحص فبيصاب بالملل أثناء عملية الفحص داعي بين موجودين في الفحص بنسبة 100% طب الميزة بتاعته أهم ميزة فيه أن ما بقبلش الطلبية أو الأوردر اللي موجود ما بقبلوش إلا لو كان سليم 100% طب وده ينفع فين؟ ينفع في فحص المنتجات المتعلقة بسلامة وحياة الأفراد أحبال الأوناش الواير أو الأسلاك اللي هي الخاصة بالأسانسيرات والأوناش والأحزمة والخاصة بالعمال اللي هم بيطلعوا على السقلات بيبقوا مربطين بأحزمة وأحبال أو واير تاني شدوا ما ينفعش ده فحص بالعينة ده أنا بفحص حاجة متعلقة عليها سلامة أفراد تمام؟ بفحص أجزاء ومكونات متعلقة بسلامة الأفراد وحياة أفراد وسلامة منشآت صناعية فما ينفعش فحص بالعينة لابد أن أنا أستخدم الفحص 100% وده كان الجزء الخاص بمطابقة المواصفات نشوف بعد كده الاستفادة من ارتفاع الأسعار للمضاربة ودي طبعا بعض المنشآت يعني ليهم السكة دي بقى اللي هو بيشتري المنتج بتاعه علشان يبدأ يضارب عليه في السوق هنا عندما تقوم المنظمة أو احنا قلنا المنظمة المقصود بيها الشركة أو المنشآة الصناعية عندما تقوم المنظمة بشراء الأصناف المختلفة من المواد والسلع أكثر من احتياجتها العادية فساعتها يكون القصد منه الاستفادة من الارتفاع من ارتفاع الأسعار عند إعادة بيع أو إعادة البيع للأصناف المشترى وهنا احنا قلنا قبل كده أنه ممكن الشركة تشتري لما تلاقي أنه منتج معين حصل له انخفاض مفاجئ فيه الأسعار طالما هو عنده مكان يخزن فبيبدأ المنتج ده هو بيحتاج له باستمرار فبالتالي بيبدأ على طول التهافت على شراء المنتج أو المنتج اللي هو محتاجه اللي حصل فيه انخفاض في سعره وبالتالي بيبقى عنده مخزون كافي أكتر من احتياجاته موجود عنده في المغزن فبيبدأ بعد كده إعادة البيع للأصناف المشترى ودي بتبقى بندخل بقى في عملية المضربة وعملية الكسب بقى من المنتج اللي هو كان سعره قليل وبدأ يبيعه بسعر أعلى أو بسعر السوق وقت ما رفع السعر بتاعه طيب أهمية التخزين للاقتصاد الوطني طبعا إحنا عارفين أهمية التخزين للاقتصاد الوطني بيبقى في كله متعلق بتأمين مواد غزائية وأطعمة ومنتجات ومواد خام لتصنيع مواد متعلقة بالحياة اليومية للأفراد والمواطنين بيبقى في بعض المنتجات بتتفق عليها الدولة أو بتبقى الدولة ملزمة بتوفيرها في المخازن الخاصة بها وهنا احنا بنتكلم عن الدولة يعني احنا لما بنتكلم على الاقتصاد الوطني احنا بنتكلم على أن الدولة اللي بتوفر أو شركات الدولة بتوفر أو وزارة الصناعة هي اللي بتبدأ توفر الاحتياجات ووزارة التموين هي اللي بتبدأ توفر الاحتياجات دي عندي رقم واحد الاحتفاظ بالمواد المطلوبة لأغراض الانتاج والاستهلاك واستخدامها عند الحاجة عن طريق سحبها من المخازن الموجودة تمام عن طريق سحبها من المخازن الموجودة وكمان أن عملية تجميع المواد في مكان واحد تؤدي إلى سهولة نقل وتقليل تكلفة الانتاج أو تكلفة النقل هنا بيبقى احنا قلنا قبل كده أنه بيبقى مسؤول عندي زي وزارة الصناعة ووزارة التجارة بيبقى وزارة التموين بيبقوا مسؤولين عن توفير بعض السلع وبعض المواد الخام اللازمة للحياة اليومية وكمان يعني مش شرط الحياة اليومية ده بتبقى يعني مش شرط تبقى مواد غزائية ده بتبقى مواد خام ومواد تصنيعية تدخل في عمليات الانتاج لاحقا بيبقى الهدف منها توفير المادة الخام سواء بقى مواد غزائية بقول حبوب أي نوع من المواد الغزائية اللي الدولة بتوفرها زي السكر والرز والأمح والحاجات اللي هي الدولة بتوفرها للاستهلاك اليومي للمواطنين بيبقى الهدف منها إن هو توفير احتياجات الدولة توفير الاحتياجات للمواطنين كمان إنه بعض الشركات بتستورد لسد الحاجة الشركات الحكومية أو المصانع مصانع الدولة وشركات الدولة بتستورد المنتجات دي بحيث إن هي تأمن السوق المحلي وتأمن احتياجات السوق المحلي والطلب على المنتجات المطلوبة في السوق وبيبقى أنها بتوفر العرض المناسب بحيث أن يبقى عملية العرض والطلب متنسقين مع بعض أو متنسبين مع بعض لأنها تأمن برضو تمنع موضوع التلعف الأسعار أو احتكار سلعة بسبب عدم توفرها وده الجزء الخاص به وجزء الثاني من النقطة دي اللي هو بيقول لي أن تجميع المواد في مكان واحد أن المادة الخام لما تتجمع في مكان واحد أو السلعة اللي أنا مخزنها في مكان واحد ده بيوفر لي في تكلفة النقل وتكلفة الإنتاج بيوفر لي من قدر كافي من العمالة ويوفر لي تكلفة وسائل النقل وتكلفة العمالة في المغزن ما فيش عمالة هتخزن وتطلع تروح مكان تاني تعمل عملية التفريغ للسيارات لا ده المغزن قريب من المنشأة الصناعية فبالتالي يمكن في بعض المخازن والمنشأات الصناعية أو المنشأة الصناعية اللي المغزن تابع لها بجوارها بيبقى عملية السحب من المغزن بتتم آلية يعني عن طريق سيور نقل وكلام يعني حاجات متطورة في عمليات نقل المادة الخام للمنشأات الصناعية عندي بعد كده رقم اتنين يمكن المحافظة على المواد التي تنتج في مواسم معينة مثل المنتجات الزراعية التي يكون الطلب عليها قائما على مدار السنة يعني أنه المحافظة على المواد المنتجة اللي بيبقى عليها الطلب طوال العام يعني في بعض المنتجات بيبقى طول العام بيبقى الطلب عليها والسوق شغال فيها يعني المنتج ده مش بيرتبط بفصل الصيف أو بفصل الشتاء أو بأحد فصول السنة أو مثلا يعني سلعة أو منتج مش موسمي غير موسمي يعني فبالتالي بيبقى توفير المنتج عليه وخاصة لو المنتج موسمي يبقى أنا محتاج أزود المخزون بتاعي بحيث أنه في الموسم أو موسم عدم توفر المنتج ده أو السلعة دي أو المادة الخام دي في موسم عدم توفرها بيكون أنا موفر المادة الخام بتاعتي أو المنتجات كافية أو مخزون كافي يكفي أن أنا يعني أباشر عملية الإنتاج بتاعتي وما يحصلش توقف لعملية الإنتاج كمان بيقول لي أنه كل ده بيتم تغزينه في مكان خاص أو مخازن خاصة كي لا تتعرض للتلف لأن أي ضرر يصيب هذه المنتجات يسبب خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وكمان إحنا بنقول أنه عملية التغزين وده قلناه في الحلقة السابقة لما تكلمنا عن مواصفات المخزن وكيفية تصميم المخزن قلنا أن بعض المخازن أو بعض القائمين على المخازن أو أصحاب المخازن قلنا أنهما وقت الدعاية اللي بيعملوها على المخزن بتاعهم بيقول وبيعلن أنه المخزن بتاعي يصلح للمنتج الفلاني يصلح لتغزين المواد الغذائية يصلح لتغزين الأخشاب يصلح لتغزين مثلا قطع غير سيارات فهو بيبقى بيقول أنه مخزنه يصلح لكذا وبالتالي الشركات اللي طلبها المخازن بتبدأ تدور على المخزن اللي يليق ويناسب المعروض بتاعها أو المنتج بتاعها أو المادة الخام بتاعتها وتبدأ تتواصل وتشتري المكان أو تأجر المكان التغزين ونتيجة أنه لو حصل أن عملية التغزين كانت غير صحيحة لو هي مواد غذائية يعني ما كانش فيه أماكن الحفظة جيد للأطعمة أو المواد الغذائية للحبوب والغلال وسكر وأرز والمواد الغذائية اليومية أو الحياتية اللي إحنا بنستخدمها في حياتنا يوميا لو عملية التغزين بتاعتها أو غير المواد الغذائية لو هي منتج تاني خالص غير مواد غذائية لو عملية التغزين بتاعتها غير صحيحة لو حصل فيها أي تلف التلف ده أنت بتتكلم على أنه شركات الدولة ومؤسسات الدولة هي اللي بتدخل تشتري المنتج ده فما بتشتريش بقى ألف وألفين ده بتشتري منتج يكفي أو يمشي الدولة يكفي الدولة والسوق المحلي لوقت طويل فبالتالي هي شرية كميات كبيرة أو استوردة كميات كبيرة أو دخل لها في مخزينها كميات كبيرة جدا أي مشكلة تغزينية أو أي سوق تغزين يحصل فده بيسبب خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني لأن الحاجة دي لما بنشتريها احنا مش بنشتريها بالعملة المحلية ده احنا بنضطر نجيبها بعملة دولتها أو بالعملة الصعبة بالدولار أو باليورو أو بأحد العملات اللي موجودة العملة الصعبة الخارجية اللي موجودة وبالتالي فبتأثر على الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد عندي بعد كده نشوف مع بعض النقطة التالتة توجد مواد استراتيجية يجب أن يحتفظ بخزين كافي منها لمواجهة الحالات الطارقة كالأدوية والمواد الكيميائية والأسلحة والمعدات العسكرية ده بيأكد لي أو بيرجعنا للنقطة أنه هو احنا بنتكلم على الدولة وكيان الدولة لما جمهورية مصر العربية تقوم تتعاقد في صفقة أسلحة فما بتشتريش يعني العدد اللي هو يمشيها في تدريبات ده بتشتري مخزون كافي يخليني قادر أو يخلي الدولة قادرة على أي تحدي ممكن توجهه فبالتالي بيبقى فيه كميات كبيرة فهنا بيبقى وظيفة المغزن وأهميته وأهمية التخزين بيبقى أنه هو بيقدر يحفظ لي على المواد الخاصة دي وكمان نوع التخزين ونوع المغزن هل المغزن ده فوق سطح الأرض أو أسفل سطح الأرض فهل يصلح لتخزين أسلحة عسكرية ومعدات عسكرية هل المغزن يصلح لتخزين مواد كيميائية وخاصة أنه نحن عارفين أن مخازن المواد الكيميائية دي بتبقى يعني بتاخد طابع خاص وبتاخد شكل خاص غير باقي المخازن لأنه بيبقى لها عملية تأمين مختلفة تماما بيكون لها وسائل المنولة والنقل الداخلي بتبقى مختلفة تماما عن باقي المخازن زي مخازن الأسلحة العسكرية بالظبط كده بتبقى مختلفة تماما ما بتبقاش طبعا زي المخازن الخاصة بالمواد الغذائية والمنتجات الحياتية اليومية ومخازن قطع غيار لمصانع ومكينات ما بتبقاش ده بتبقى متأمنة بأشكال مختلفة فلابد انه يكون المخزن نفسه متأمن بصور مختلفة او بشتى الصور اللي هي مثلا كاميرات المرأبة انظار حريق منظومة اطفاء الحريق كل الكلام ده هل متوفر في المخزن بتاعي ولا لا واكيد طبعا بتبقى جميع المخازن موفرة كل وسائل الأمان للحفاظ اهم حاجة للحفاظ على المنتج الي موجود عندي عندي بعد كده تسهيل عملية تصدير المواد الى الخارج وهنا النقطة دي مهمة انه في عملية التخزين لابد ان احنا قلنا لو المخزن بتاعي بجوار المصنع تمام يعني ممكن هيبقى وسيلة او يعني مرحلة نقل المنتج النهائي من المصنع او الشركة او المنشآة الصناعية الى المخزن هتبقى سهلة ولكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الاقتصاد الوطني فبالتالي احنا بنتكلم عن التصدير للخارج لما هاجي اعمل المنشآت الصناعية المنشآت الصناعية لابد انها تكون بجوار او قريبة من اماكن التصدير لتسهيل عملية التصدير الى الخارج يعني بنلاقي ان المناطق الصناعية قريبة من المطارات قريبة من المواني والمناطق اللوجستية والاستراتيجية في المواني زي ما بنشوف الطفرة الكبيرة اللي حصلت فيه المواني في جمهورية مصر العربية بنلاقي ان منطقة قناة السويس ومنطقة نويبع ومنطقة السخنة بنلاقي فيها في المناطق دي مواني سواء مواني جافة او مواني بحرية بتساهل عملية التصدير إلى الخارج وده بيتطلب أنه حكتين أن المنشآت الصناعية تكون بجوار المناطق أو مناطق التصدير والتصدير للخارج وأنه كمان لو المنشآت الصناعية مش بجوار مناطق التصدير أو اللي هي المناطق اللي تساهل عملية التصدير لابد أن المخازن بتاعتي على الأقل تكون بجوار مناطق التصدير زي المطارات والموانئ عندي بعد كده كمان تقوم الدولة بالاحتفاظ بمخزون من المواد التي يتوقع أن يقل إنتاجها عالميا في مواسم معينة أو عند توقع ارتفاع أسعارها كي لا تكون مجبرة بدفع مبالغ زائدة لا مبرر له زي إيه؟ زي إحنا بنقول على مثلا طبعا إحنا في بعض المنتجات وبعض الخمات وبعض المواد المحترقة اللي إحنا بنستوردها من الخارج البترول والغاز وليكن حتى إحنا دلوقتي جمهورية مصر العربية بقت قادرة أو عندنا الاكتفاء من موضوع الغاز أن إحنا نقدر نصدر به نقدر نصدره للخارج بعض المنتجات بنحتاج أن إحنا نستوردها فلابد أن إحنا نستورد المخزون الكافي أو أن الدولة بتقوم بالاحتفاظ بمخزون من المواد التي يتوقع أن تقل إنتاجها أو يقل إنتاجها بعض المنتجات نتيجة التغيرات اللي بتحصل في العالم حوالينا ومثلا بعض الدول المنتجة لمنتج معين حصل فيها منوشات حصل فيها مظاهرات فبيتأثر إنتاجها فبالتالي سعر المنتج بتاعها ده عالميا بيزيد وبالتالي بيبقى أنا لو ما عنديش كدولة كجمهورية مصر العربية لو ما عنديش القدر الكافي أو المخزون الكافي من المنتج ده هيبقى مضطرين أن إحنا نستورده بسعر مبالغ فيه أو بسعر عالي أن إحنا يعني يبقى فيه زيادة غير مبررة فيه المبلغ المدفوع فيه المنتج اللي إحنا بنستورده وده بنشوفه باستمرار فيه زي البترول يعني البترول والذهب ويعني ده دي منتجات دي أشهر المنتجات اللي هي إيه على وضع الدولة المنتجة تمام؟ على وضع الدولة المنتجة والمصدرة حصل فيها أي تقلبات حصل فيها أي مناوشات أي مشكلة تحصل في الدولة اللي هي المنتجة أو المصدرة على طول تلاقي سعر المنتج بتاعها لو هي دولة من دول مصدرة للبترول زي دول الخليج أي حاجة بتحصل أي تغير بتحصل تغيير حكم أي مش أي حاجة بتحصل في الدولة فبيلاقي على طول أن سعر البترول اللي موجود فيها ارتفع وده شفناه يعني في فترات سابقة شفنا الوضع دوت وبالتالي كان على الدولة أن هي لازم تستورد المنتج أو المادة الخام اللي هي بتستوردها سواء بقى احنا مضطرين لأن الدولة ما عندهاش مغزون كافي ولو عندها المغزون الكافي هي مش مضطرة أن هي تدفع المبالغ الضخمة المبالغ الغير مبرر فيها دي في المنتج اللي هتشتريه بعد كده عندي توفير مقومات عمل الموانئ الحرة والتي تتطلب إنشاء مخازن للاحتفاظ بالأصناف الواردة لتلك الموانئ طيب هنا زي ما قلنا أنه الدولة بتوفر بعض في الموانئ والأماكن اللي هي ببدأ من خلالها الانطلاق للخارج زي الموانئ والمطارات بتوفر فيها بعض المخازن أو أنواع مختلفة من المخازن وعمليات التخزين بتبدأ الدولة توفرها بحيث إنه المنتج ما بيستناش في الشركات ده هو بيجي على طول على المخازن دي لإن إحنا شفنا في المناطق اللي جستية في منطقة قناة السويس والسخنة والنوابع والموانئ المحيطة في إسكندرية والدبيات بنشوف إن هي فيها أماكن أو منشآت استكمال تصنيع يعني ممكن بنشوف إيه في المناطق اللي جستية دي بنشوف إنه بتيجي سفن من الخارج محملة بالبترول يعني ناقلات النفط دي بتيجي من الخارج المخطط للمناطق اللي جستية في قناة السويس النهية وبور سعيد إنه هو يحصل إيه إن تيجي الناقلة محملة بالنفط تدخل على الميناء عندنا على المنطقة اللي جستية يبدأ بعد كده تفرر حملتها يتصنع النفط اللي فيها يبدأ يستخرجه منه مشتقاته المختلفة البنزيم والسولر والزيوت والشحوم والكلام ده يبدأ يتصنع أنت شغلت أيدة عاملة في مخازن عندك شغلتها في منشآت صناعية شغلتها وبالتالي الشركة صاحبة الناقلة أو صاحبة الشحنة اللي كانت محملة على ناقلة النفط دفعت لك بالعملة الصعبة برضو تكلفة التصنيع والاستخراج اللي انت عملته وتبدأ بعد كده تبدأ تاني تشيل المنتج بتاعها بدل ما كانت شايلا نفط فقط أو بوترول فقط بترجع تشيل كذا منتج أو أكتر من منتج تم استخراجه من الحمولة بتاعتها وده مخطط للمنطقة اللي جستية هنا الجملة دي بتوضح لي النقطة دي انه لابد من عمل مناطق صناعية وتخزينية يعني منشآت صناعية ومنشآت تخزينية في المناطق اللي هي بتبقى مجاورة للمواني والمطارات تمام؟ وهنا بيقول لي انه والتي يعاد تصديرها والتي يستفاد منها في مجال تشغيل اليد العاملة المحلية لانه قلتلك انه في الحالة دي ناقلة النفط اللي كانت موجودة أو ناقلة النفط اللي جات علشان تعدي بالحمولة بتاعتها ممكن الشركة تفضل ان هي يحصل معندهاش مصانع من دي فهنا هتيجي في المنطقة اللوجستية بتاعتك تستخرج المشتقات البترول منها طيب في جزء مهم هنتكلم عنه وده اسمه المنولة وعمليات المنولة داخل المنشآت الصناعية أو المنشآت التخزينية احنا في الصور اللي احنا شفناها قبل كده شفنا انه عمليات التخزين بيبقى فيها وسائل منولة بيبقى فيها عملية نقل المنتج من مكان لمكان من العربية لمكان التخزين أو لداخل المغزن ويبدأ بعد كده وسيلة نقل تانية أو وسيلة مناولة تانية تبدأ تشيله تحطه في مكان معين يتخزن فيه تمام ده كده اسمه عمليات المنولة داخل المغزن تمام تعالوا نشوف كده المنولة هي ايه المنولة بيقول لي هي عملية نقل بين نقطتين قريبتين كالتنديد والالتقاط والتحريك داخل المغزن وبيع مجموعات المخازن وبين مجموعات المخازن أو الأقسام الأخرى في المنطقة نفسها يعني أنا بقدر من خلال عمليات المنولة أني أقول أني بقدر أحرك المنتج أو المادة المخزنة من مكان لمكان طب أنواع المنولة عندي أنا بيبقى عندي منولة يدوية ومنولة ميكانيكية أو مميكانة أو عن طريق آلات ومعدات وده صور إحنا شفناها أثناء تحريك العمالة للمنتجات والمادة الخام بتاعتي فيبدأ عمليات المنولة للمنتجات اللي موجودة داخل المغزن طيب المجالات التي يشملها مصطلح المنولة إيه هي العمليات التخزينية اللي أنا ممكن أستخدم فيها عمليات المنولة أنا ممكن أستخدم عملية المنولة دي بين خطوط الإنتاج تمام؟ يعني نشوف مع بعض كده آي دي عمليات المنولة اللي موجودة أقدر دي عمليات تصنيعية أو داخل عمليات داخل المنشأة أقدر أن أنا أستخدم عمليات المنولة فيها إزاي؟ قسم التعبئة والتغليف قسم التعبئة والتغليف ده أنا يعني بيبقى مراحل مراحل أنه المنتج النهائي طبعا قسم التعبئة والتغليف ده بيبقى في نهاية المنتج تمام؟ طيب لو بدأنا من قسم التعبئة والتغليف هنلاقي يعني أنا هنا مرتبهم من أسفل لأعلى مش من أعلى لأسفل يعني لو بصينا على أول عملية منولة بتحصل هي إيه؟ داخل نقل داخل نقل داخل الأقسام أو نقل المنتج داخل الأقسام تمام؟ بعد كده نقل المنتج داخل الأقسام أنا ممكن أحركه كمان داخل خطوط الإنتاج اللي هو أنا عمليات نقل المنتج من خط الخط أو من مكينة لماكينة وده بيحصل من خلال عمليات المناولة اللي بتحصل اللي موجودة عندي وأدوات المناولة كمان عمليات التغزين والتحميل والشحن تمام؟ وعملية الاستلام سواء بقى قبل المنتج من يدخل المغزن في عملية استلامه وعملية خروجه من المغزن العملية الاستلام والتسلم التعبئة والتغليف بيبقى المنتج النهائي جايلي برضو بحتاج وسائل المناولة المناسبة اللي تجيب لي المنتج من خط الإنتاج أو من الماكينات لحد منطقة التعبئة والتغليف علشان أكون مجاهزه لعملية التغزين طيب لو بصنا على الصور اللي موجودة قدامنا ده أحد وسائل المناولة ووسائل يعني احنا شايفينه شكله كبير بس هو أحد وسائل ومعدات المناولة اللي موجودة داخل المنشآت الصناعية أو داخل المخازن كمان عندي أنه ده بيبقى أحد المعدات الخاصة بعمليات النقل والمنولة داخل المنشآة دي بتبقى بيقودها فرض برضو هي بتبقى في منها يعني النوع ده نوع هيدروليكي بيبقى أنه بيبقى العامل المثبت فيه هنا قاعدة بتبقى فيه قاعدة هنا العامل بيقف عليها وهو هيدروليكي بيبدأ يمشي بالعامل ويحط هنا المنتج بتاعه ويبدأ ينقله من مكان لمكان يعني داخل المخزن أما النوع اللي موجود هنا ده وسيلة منولة أخرى ووسيلة المناولة دي خاصة برضو يعني مش هيدروليكية هي بتبقى يعني يدوية مع العامل بيبدأ يرص المنتج بتاعه ويبدأ يسبت منتجاته تثبيت جيد على أرضية أو على الزراعين اللي موجودين دول وبيبدأ يشيل أو يبدأ يحركهم حركة سهلة وحركة بسيطة داخل المخزن ويبتبقى من ضمن وسائل المناولة وقلنا أنه كلمة المناولة المقصود بيها نقل المنتج من مكان لمكان داخل يعني مكان لمكان قريب خد بالك داخل المخزن أو داخل المنشأة الصناعية عندي كمان ده برضو أحد المعدات الخاصة بالتخزين وده طبعا بيبقى معدة ميكانيكية هيدوريكية بتبقى مهمتها أن هي يعني داخل المنشأة برضو بتشيل من مكان لمكان وترفع المنتج يعني ممكن هنا دي تستقبل من وسائل المناولة اليدوية يتحط عليها هنا وتبدأ ترفع المنتج الفلاني أو المنتج اللي هي هتخزنه سواء هيتخزن في أرفف علوية أو في أماكن يعني هيتخزن فوق أعلى بعضه كده يعني بلوك على بلوك كده أو بيتحط على أرفف يبدأ يحركوا من مكان لمكان كمان يقدر يجيب من العربيات سيارات النقل الكبيرة اللي هي اللي بتبقى خارج المخزن يبدأ يستلم منها ويدخل عادي على المنشأة جوه داخل المخزن وده يرجعنا لنقطة مهمة اللي هي أرضيات المخزن يا جماعة ده يرجعنا لنقطة أرضية المخزن اللي احنا بنقول أن أرضية المخزن لابد أن هي تكون متابقة للمواصفات استحمل المعدات التقيلة اللي بتمشي على هذه الأرضيات علشان يعني ما يحصلش أنه ممكن المعدة دي لو الأرضية حصل فيها هبوط أو ميل ممكن معدة زي دي بيحصل أنه المنتج اللي هي شايلاء أو السلعة اللي هي شايلاءها يحصل لها ميل من على أو سقوط من على المعدة بسبب ميل المعدة الميل المفاجئ بسبب أنه الأرضية غير مستوية بسبب أن الأرضية برضو ما كانتش جيدة وما كانتش صالحة لأن هي يستخدم عليها المعدات والآلات التقيلة دي عندي ده نوع برضو من الروافع أو وسائل المنولة اللي موجودة ده بيبقى نوع هيدوريكي برضو بيبقى لي حاجة زي وسيلة تحكم كده زي الريموت أو وسيلة تحكم في الرافعة ودي بيترص فيها هنا بيبدأ يترص المنتج الخاص بيها أو الخاص بالترزين بيبدأ يترص هنا وبيطلع معاه العامل فوق يبدأ ينزل حمولته على الأرفف الخاصة بترزين المنتج خلال حلقتنا احنا اتكلمنا حلقتنا النهاردة والحلقة السابقة تكلمنا عن المخازن وأهمية الترزين وكيفية اختيار مكان الترزين وعلى أي أساس بختار مكان المغزن وأهمية الترزين للاقتصاد الوطني وكمان تكلمنا بعد كده على وسائل المنولة الخاصة بعملية نقل المنتجات داخل المنشآت الترزينية وأيضا المنشآت التصناعية أو المنشآت الصناعية المصانع والشركات بيبقى فيه وسائل المنولة وفيه منها الوسائل اليدوية وفيه منها الوسائل الميكانيكية الهيدروليكية الأوناش ولوادر وكلام من ده بتبنى نكون وفقنا في عرض حلقتنا وخلال سلسلة حلقتنا الإسرائية نكون قدرنا نوفي جزء ولو بسيط من توضيح السلامة والصحة المهنية خلال حلقتنا السابقة كلها السلامة والصحة المهنية الأمن الصناعي التخزين عمليات المنولة وفيه حلقات اتكلمنا فيها برضو لو رجعنا لحلقاتنا على قناتنا على قناة اليوتيوب هتلاقي أنه فيه حلقات عملنا فيها فيديوهات توضيحية لاكتساب بعض المهارات المنزلية اللي هو أقدر أغير مفتاح أغير بريزة مأخذ طيار لو عندي كابل كهرابي أو كابل توصيل في جهاز أو أحد الأجهزة تم قطعه أو اتقطع أو أنه حصل فيه مشكلة فيه الكابل بتاعه قدرنا نعرض فيديوهات تحلها تمنياتي لكم جميعاً